اشتركوا في القناة اليوم افتتحت دورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعاية سيادته موسيقى 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 تشيب سيادتك المتواصل لهذا المعرض سنة بعد سنة رسالة قوية جدا لاهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المتلمية المتبعية والاستضادية وبيضع على اهل القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسئولية كبيرة ان احنا نوفيها امام سيادتك وامام الشعب المصري موسيقى موسيقى كما تفقد سيادته عددا من اجنحة المعرض الخاصة بالجهة الحكومية المصرية كوزارات المالية والنقل والداخلية والانتاج الحربي والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للبريد والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الى بعض من صالات عرض الشركات الخاصة موسيقى وقد اطلع سيادته في هذا السياق على ابرز جهود المؤسسات الحكومية في اطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل كتطوير بوابة الحكومة الالكترونية وتكامل نظم وقواعد البيانات القومية وانشاء منافذ الشباك الواحد للمستثمرين وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية واطلاق الخدمات البريدية الالكترونية والاستعانة بنظم المحاكاة للتدريب على قيادة القطارات وابتكار منظومة التحكم في خطوط السكة الحديدية وميكنة خدمات الجمهور المقدمة من وزارة الداخلية كالاحوال المدنية والمرور وتصنيع اجهزة الكشف عن الحقائب وتصنيع العدادات الكهربائية وتطوير منظومة التعليم الرقمي وتصحيح الالكتروني فضلا عن اطلاع سيادته على جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة من شركات شبكات المحمول واحدى السقنيات الجيل الرابع وقد اكد سيادته في هذا الاطار على اهمية قطاع الاتصالات كركيزة اساسية تساهم في تحسين حياة المواطنين بالنظر الى تداخلها في جميع مناح الحياة وذلك من خلال تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا واستخدام احداث نظمها في محافظات مصر المختلفة وتيسير وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير البيئة التي تشجع على بناء القدرات الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل عن طريق اقامة المشروعات العملاقة وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي كما شدد ثيادته على ضرورة استمرار الجهود والدفع بمبادرات خلاقة في هذا الصدد لمواجهة التحديات العالمية الانية ودفع النمو الاقتصادي تحقيقا لاهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة الفين وثلاثين ترجمة نانسي قنقر